اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مدرب ليدز في تعزيز فريقه الصاعد حديثا قبل الموعد النهائي للانتقال يوم الاثنين يعني الكلام اللي قلنا سابقا انه سوق الانتقالات في معظم دوريات اوروبا سوف ينتهي في 5 اكتوبر وسيقدم ليدز محاولة اخيرة للتعاقد مع ظاهير الايصر ياسر لعروسي من ليفر بول ترسيخ اندي روبيتسون هذا ظاهير ايصر نادي ليفر بول اللي يحظى بمكانة اساسية دائما مع النادي ليفر بول وبثقة تامة من كلوب تجاه هذا اللاعب كخيار اول يورغون كلوب في منصبه ودائما هذا اللاعب خوتي روبيتسون هو اللي صعيب باش انه يزيحو هذا اللاعب لانه اصبح عنده ثقة كبيرة مدرب كلوب عصبت عنده هذا اللاعب ثقة ويعتمد دائما يعتمد عليه كلوب في دائما في النادي ليفر بول ودائما اساسي صعب انه اللاعب الجزائري العروسي انه ينافس هذا اللاعب ولو حتى يكون كاحتياطي صعب صعب جدا خاصة فيما احنا نعرفه انه نادي ليفر بول تعاقد مع المدافع الظاهير الايصر اليوناني يعني اصبحت المكانة في ليفر بول صعبة جدا للناعب الجزائري كذلك جلب كلوب ايضا ظاهير اخرى كما قلنا كوستاس سيميكاس في الصيف ظاهير اليوناني امام العروسي عام واحد فقط في عقده مع ليفر بول ويفضل انتقال الى نادي في انجلترا قالوا عام فقط ليسر العروسي في عقده مع نادي ليفر بول نتمنى ولو التوفيق نتمنى ولو انه ينتقل لنادي ليفجر فيه مواهب بتاعه ويفجر في امكارياته وقدراته ويضمن اول شي مكانة اساسية انه يلعب دايما بانتظام نتمنى ولو التوفيق ونتمنى ان شاء الله يكون نادي ليت زيونانتد هو الفريق الجديد ليسر العروسي خبر اخر من يخص ادم والناس حسب موقع الصحفي الشهير في سوق الانتقالات الفريدو بيدولا هنعرف انه كثرة الكلام كثرة الكلام كثرة الكلام جدا كثير جدا على ادم والناس خاصة في مواقع وكذا انه اختار ماوشنغلادباخ اللاعب لحد الساعة يواجهه مصير مجهول مصير مجهول ربما يكون هيلاز فيرونا او كالياري او طورينو هو المنفذ الاخير لللاعب قبل غلق سوق الانتقالات بحوالي يوم ونصف ادم الناس حسب موقع الصحفي الشهير قلنا في سوق الانتقالات الفريدو بيدولا هيلاز فيرونا تدفع او تضغط وتضمن الالتزام وكالياري في النافذة معناها كالياري يتابع ويراقب تطورات ويريد اللاعب بعد ايمان يونس اللاعب النابولي حتى ادم الناس يمكنهم مغادرة نابولي في الساعات الاخيرة من سوق الانتقالات اخبار اليوم هي ان هيلاز تدفع او تضغط في المساء ايضا قدمت عرض جديد لتضمن اعارة حتى اعارة او منذ القرض اعارة مع الالتزام بشروط معينة على كالياري يبقى في قائمة الانتظار والمراقبة يعني كالياري بقى يتابع اي تطورات ما يخص لاعب ادم الناس انا كالياري ربط اسم النادي هذا باللاعب ادم الناس في المدة الاخيرة ولكن اولا يجب غلق واتمام عملية ناينجولال للقيام بذل كالياري لازمها تنهي قضية ناينجولال لتطرق الى قضية ادم الناس او لتطرق الى عملية تحويل ادم الناس لنادي كالياري لازمها تنهي صفقة ناينجولال نرجع لكريستال بالاس وقضية ساعد بالرحمة كريستال بالاس مدرب نتعوه في سكاي سبور تصريح لسكاي سبور اللي ما نقدرش لغالب نديره لتصريح الفيديو نظرا لحقوق الملكية المدرب يقولها صراحة يقول مدرب الفريق روي هدسون أنه لا يسعى بشدة لأي إضافات لكنه ليس فاقد الأمل لا يسعى بشدة لأي إضافات متأخرة في فترة الانتقالات لكن يمكن للنادي التصرف إذا سنحت الفرصة يعني رب ممكن في أي لحظة يفهم من كلام اللي المدرب يعني يفهم من كلامه أنه ربما إذا سنحت الفرصة لقيام بسفقة في الساعات القليلة قادرة تكون يعني ممكن ممكن إلى كين فرصة بش كريستال باراس قادرة تدير صفقة ولو حتى صفقة في الساعات الأخيرة نحن بقى نعفو إلا ساعة بقى إلا يوم ونصف نقوله يوم ونصف على انتهاء الميركاتو ربما ربما تكون في الساعات الأخيرة صفقة لنادي كريستال باراس ربما نقول ربما لستو يعني أجزم مئة بالمئة لكن ربما حسب كلام المدرب ربما يكون تكون صفقة إن شاء الله نتمنى إحنا دائما الخير لكل اللعبي المنتخب الوطني إن شاء الله إن شاء الله تكون صفقة من نصيب سعيد بالرحمة اللي صراحة قلتها ونعودها مكانه في برمير ليج حقيقة هذه شفناها في العديد من المرات نتمنى أنه تكون صفقة هذه الأخيرة والمبادرة تكون من كريستال باراس وينتهي مسلسل لذا سعيد بالرحمة في نادي في البريمير ليج مهما يكون كريستال باراس فريق محترم ليس مثل تشيلسي أو أو ليفربول أو الفرق الكبيرة لكن يبقى فريق محترم لبس به راح يخليه يساعد سعيد بالرحمة يزيد يطور إمكانياته وقدرته نتمنى له توفيق إن شاء الله لسعيد بالرحمة وإن شاء الله نشوفه في نادي في البريمير ليج خبر آخر من سكاي سبور الذئاب تقترب من الوصول الكامل هذا هكذا عنوان السكاي سبور الذئاب تقترب من الوصول الكامل يعني الذئاب نادي ويلفر هاطون يخضع ظاهر أونجي رايان أيت نوري للفحص الطبي يعني رايان أيت نوري رح يكون دير تس ميديكال قبل انتقاله إلى فريق الذئاب اتفق الناديين على قرض إعارة لمدة موسم مع خيار شراء بحوالي 20 مليون جنيه سرليني رح يروح إعارة مدة عام يعني مع حقية شراء بقيمة حوالي 20 مليون جنيه سرليني اللاعب هذا انتقاله رح يخدم المنتخب الوطني جزائري بطبيعة الحال هذا اللاعب يلعب في المنتخب الفرنسي للأمال لكن انتقاله لإنجلترا رح يساعده ورح ينظمن تقريبا ظاهر أيصر عالمي بالنسبة لي سواء هو سواء العروسي لاعبين عندهم إمكانيات رائعة إذن نادي ويلفر هامتون قريب من متمام صفقة رايان أيت نوري وحسب شكاي سبور رايان أيت نوري منتظر في الساعات القليلة القادمة لسياس فحص الطبي وبعدها انضمام نادي ويلفر هامتون نتمنى ولو التوفيق لريان أيت نوري وكل لاعبي وكل لاعبي الجزائريين وخاصة لاعبي المنتخب الوطني الجزائري منتقنا مع مجدنا فيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته